للأسف العالم دلوقتي كله في حالة طوارئ صحية عامة بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية والسبب هو انتشار جدري القروض أو المانكي بوكس الجديد واللي حصل خلال الأيام اللي فاتت إنه فيه سلالة جديدة بدأت تنتشر بشكل مخيف من جمهورية الكونغو الديمقراطية لبعض الدول المجورة في إفريقيا زي الكاميرون إفريقيا الوسطى، رواندا، أوغاندا، كينيا حتى بدأ ينتشر أو يمتد خارج إفريقيا بينتشر حول العالم والثيرة سريعة جدا للإصابات حالات وفيات تم رصدها السويد مثلا رصدت حالة، باكستان رصدت ثلاث إصابات كل ده الحقيقة أدى إلى منظمة الصحة العالمية إنها تعلن جدري القروض أو تتسبب في إعلان حالة طوارئ صحية عامة من سنتين تحديدا في 2022 تم تسجيل ألاف الحالات في العالم من جدري القروض زي دول إفريقيا كثير، الولايات المتحدة، كندا، معدلات الوفيات كانت وقتها منخفضة وتقال إنه مش خطر هو موجود في بعض الدول الإفريقية لكن ما فيش خطورة كبيرة بالمقارنة مع الأوبئة التانية وبالموضوع بيختلف حسب السلالة وحسب الإمكانيات الطبية في كل منطقة وفي معظم الحالات اللي حصل فيها الإصابة في 2022 كان أقل من 1% إيه بقى اللي حصل دلوقتي؟ وفي تطورات عامة منظمة الصحة اللي بيميزها أو اللي بيخليها مختلفة عن المرات اللي حصل فيها الانتشار في 2022 إنها سهلة جدا وسريعة في الانتشار وواضح إنه فيه اختلاف في طريقة الانتشار أو انتقال العدوى بالمخالطة بشكل عام المرض أعراضه مشابهة لأعراض الأنفلونزا بيطلع نوع من أنواع القروح كده أو البثور بتطلع في الجسم تقرحات أشبه يعني كل دول العالم أعلنت حالة الطوارئ الكل عنده قلق شديد جدا فيه فحص للوافدين من الخارج للتأكد من خلوهم من الأعراض الدرجة لمرض جدري الأروض بيحصل فحص للطيرات للسفل للحاويات للبضايا حتى اللي جاية من الأماكن اللي متأثرة بالمرض أو اللي فيها انتشار كبير للمرض طب الوضع عندنا في مصر إيه؟ مع كل القلق العالمي دوت والتطورات اللي احنا مش قادرين نفهمها أو خايفين منها طبعا بعد فيروس كورونا والسنوات الصعبة اللي احنا عشناها سواء في مصر أو في العالم كله الكل عنده حالة خوف شديد هل احنا نقصين جائحة جديدة نقصين وباء جديد نقصين تبعات اقتصادية جديدة إيه اللي بيحصل؟ في مصر وزارة الصحة قالت إن فيه خطة لمواجهة جدري الأروض وبدأت ترفع درجة الاستعداد في كل أسام الحجر الصحي في المطارات الجوية المواني البحرية المعابر البرية برضو فيه تنشيط لكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالمرض ده فيه المنافذ اللي بتدخل البلد وبتوصل البلد قالت إيه كمان وزارة الصحة وحنا النهاردة هنبحث الموضوع ده بالتفصيل وزارة الصحة تكلمت عن تحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بتشخيص وبعلاج جدري الأروض وتوزعها على المستشفات لأنه حقة الصد الأول وطريقة الدفاع الأولى هي الأطقم الطبية لازم يكون فيه كافة المعلومات لازم يكون فيه بروتوكول طبي واضح في طريقة التعامل في الأدوية في الإجراءات الوقائية إزاي نستتعامل أول ما ييجي إصابة أو زي نتأكد أصلا بزيء إصابة بجدري الأروض فده على كلام وزارة الصحة تم توزيعه في منشورات على المستشفات برضو كان فيه تأكيد من وزارة الصحة إن المرض بينتشر من خلال الاتصال اللصيق أو الوفيق إنك تبقى بتتواصل بشكل رئيسي ومباشر مع شخص مصاب وعنده لطفح الجلدي دوت أو هدومه أو الملايات اللي بيستخدمها أو الفرش اللي بيستخدمه هو عليه الفيروس أو من خلال الرزاز الخاص بالجهاز التنفسي للمصاب إنك تفضل قاعد قدامه وقت طويل بتتنفس نفس الهوى اللي بيتنفسه الوزارة برضو نبهت على ضرورة اتباع الإجراءات الضرورية للتجنب بالإصابة بالفيروس ده إنك تلمس الحيوانات اللي ممكن تبقى حاملة للمرض لأنه في التقارير الطبية والصحية واللي خرجت منظمة صحر عالمية المرض ده بينتشر من الحيوانات للبشر ومن البشر لبعضهم البعض آلية جديدة ومختلفة للإصابة لابد أن يحصل عزل المرضى المصابين عن الأشخاص الأصحاء غسل الإيدين وطبعا دي إحنا يعني من وقت فيروس كورونا تبين أهميتها الشديدة في حياتنا اليومية بتاقي لي كل ناس بقى الكحول والسانيتيزر والأدوات الوقاية الشخصية بقت جزء من حياتنا ويومنا هل هنرجع تاني نلبس الكيمامات هل في خطورة على مصر هل الوضع عمل زي فيروس كورونا في بدايته هل ممكن المانكي بوكس أو جدري الأرود يتحول إلى جائحة وباء عالمي زي كوفيد ناينتين هل ممكن نشوف التبعات اللي احنا شفناها من فيروس كورونا على مدار السنوات اللي فاتت من إغلاقات من اضطرابات اقتصادية من مشكلات اجتماعية ونفسية إيه اللي بيحصل ولا أحد يتمنى طبعا اللي بيحصل على مدار السنوات